مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وعدم التفاوض اطلاقا مع الانقلابي اسميكويتا كما يرغب الان لا تقبل الجزائر اي تهدئة ولا عودة للعلاقات مع اسميكويتا فالاخير راح في الايام الاخيرة يحاول مجددا تهدئة مع الجزائر مؤقتا وليس دائما وليس حبا في الجزائر طبعا بل خوفا منها طبعا لانه اصلا عقبة الازوار لم يقدر عليها فما بالك بالجيش الجزائري لو ضربوه وتحركوا ضده كما ان اسميكويتا المدعوم من دول وانظمة عاد الجزائر ومصالحها هذه الدول بدورها بدأت في التخلي عن اسميكويتا بسبب فشله الدارع امام الازوار المسر على الانفصال عن مالي هذه المرة ولا يقبلون اي حل اخر وهم الذين باتوا من الواضح انهم اقرب للجزائر من انقلابي مالي لهذا بسبب عداء انقلابي مالي للجزائر فان الازوار انتصارهم على كويتا مهم من كل النواحي بالنسبة للجزائر والحديث عن دعم جزائري لهم خاصة وان الرئيس بوله علاقة طيبة ومع كل قادة الازوار الذين يحترم الجوار الذي بسبب تحوره ومهاجمته للازوار ومعادته للجزائر وتمزقه وتركه العمل باتفاق الجزائر الذي كان يحفظ السلم في مالي والمنطقة الان وقع في وارتقبية جدا وضع نفسه فيها بسبب سوهمته الكثير عندما ظن انه قوي ويمكنه تغلب على الازوار وحتى الجزائر لكن وجد واقعا مغيرا وعرف حجمه فور بلأتحركاته التي وقع فيها لانه انقلبت عليها هذا وقع مرقب ان الازوار مسررون على الانفصال وبحكم علاقتهم الطيبة مع الجزائر يريدون ان يبنون علاقات جوار قوية مع الجزائر وبسيادة كاملة ازوارية بعيدا عن انقلبه مالي مصر تدخل الخطوة توجه طلب مستعجل الرئيس بون وعلاقته بازمة الكهرباء وهل تنقل فعلا الجزائر الكهرباء الموجه للمغرب نحو مصر وتفاصيل حصرية تكشف الواقع من الزيف بداية ومع الازمة الخالقة التي تمر بها مصر بسبب الكهرباء والانقطاعات المصنرة اتقطعوا الحكومة المصرية الكهرباء على الشعب المصري مع فشلها في مواجهات هذه الازمة ولحدة الديون الضخمة الخارجية والتي تعد بمئة ملايين دولارات وتتضاعف وكل مرة تلجأوا للاستدانة لهذا دخلت الخط للاستفادة من الجزائر على جهتين اساسيتين الاولى طلب مساعدة الجزائر لتنقل لهم خبرتها في مجال الكهرباء بما ان الجزائر حققت الاكتفاء وبلغت فائد قياسي وتبيع جزء ضخم منه لدول اوروبية وفق ما اعلن الرئيس عبد المجيد بون العام الماضي ويهدف لتكون الكهرباء من ركائز الدخل الخارجي لكن طبعا مصر لن تستطيع تخلص من الازمة وتنتج الا على المدى الطويل لهذا ارفقت المرسلات بطلبات مستهجرة للشراء الغزل الجزائري واولى الجزائر لا تزال تورد الكهرباء للمغرب ولم توقف العقود لغير الان لهذا قال البعض ان الجزائر يمكن ان تستبدل المغرب بمصر وتبيع كهربائها لمصر مع هذه الازمة لكن الامر اعقد بكثير من التفسير سطحي وفق المراقبين والحل السريع والسحر الحالي يوضف ذات المراقبين ان سيسي لجأ له بالفعل وطلبه من الرئيس عبد المجيد بون اين طلبت مصر حسب صحف عدة من الجزائر شراء كمياز ضخمة من الغاز الجزائري وطبعا شحون الغاز المسال يمكنها فك ازمة الكهرباء وتوليده لتخفيف من وضع ازمة الكهرباء وتقلصها قدر الامكان وقالت ان الجانب المصري على الارجاح غير قادر على دفع تمن الغاز مباشرة بل وطلب هذا الامر ان يكون مؤجلا وانما بعض الاشهر من شرائه بسبب ايضا الازمة المالية لهذا يشكك خبراء حتى في قدرة مصر على دفع قيمة الغاز وكمياته التي تريد استيرادها من الجزائر فالحكومة المصرية وخزينة الدولة هناك تعيشوا اسوأ فتراتها مؤكد ان مصر لو كانت قريبة جغرافيا من الجزائر لكانت مهمة انتشالها من ازمة الكهرباء سهلة جدا لكن مع البعد الجغرافي الامر صعب جدا لهذا الغاز الجزائري هو الحل السحري وسريع الى غاية دراسة والتواصل لحل امتل والخروج من هذا الوضع الصعب هذا واشاردت المصادر ان الجانب الجزائري ممثلا في شركة سوندراك يقوم حاليا بتقييم العرض المصري على اكثر من جانب قبل ان يتم رفعه الى السلطة العليا لاخر القرار النهائي والمناسب هذا وتفعال العديد من المتابعين مع هذا الخبر اين اكد البعد بان الجزائر يجب ان تقف مع مصر في محنتها مشيرة في دات السياق ان الجانب المصري يعيش ضغطا رهيبا بسبب ما يحدث حاليا في القطاع ومساومة بعض الدول من طرف جهات اجنبية تعمل على تقوير الابن المصري وضرب استقرارها وسيدة فيها بشكل مباشر الجزائر ترد بالتقيل على القجع وهكذا كان القرار بالغاء الاعتراف ووضع صفة جديدة للمغرب بعد تسبب محمد ثالث في انسحاب الرياضين والمصريعين الجزائريين وضرب قوية للتأذيب بداية الجزائر حسب صحف محلية تغير اعترافها بالمغرب كليا وتعطي لها طابعا وصفة جديدة وليتعاملهم ككيان مع اول استعمال مقبل ايضا للخريطة من طرف القجع للجزائر وتعطي صفة جديدة ولتعاملهم ككيان مع اي استعمال اخر لنفس الخريطة حيث يتصدر المشهد استفززت نظام المغربي ولقجع للجزائر وكل الرياضين والاندية والمنتخبات الجزائرية واخيرهم حوالي عشر مسارعين انسحبوا كما ذكرنا بالامس بسبب الخريطة الوهمية التي بات المخزنية تعملها عن عمد في اي مواجهة ومنافسة تجمعه بالجزائر حتى ينسحب الطرف الجزائري ما يعني انها باتت مقصودة ويبدو ان الملك المغربي ولقجع يسيرا لتعميم وضع تلك الخريطة عن عمد في كل مواجهة امام الجزائريين وهي خطوة وجب ردصار من الجزائر للردع ووقف المخزن عند حده خاصة وان لقجع وشد فيها من جهة استفزاز للجزائر ومن جهة يتسبب في اقصى اي نادي ومنتخبات ورياضيين جزائريين فور انسحبهم بما انهم يرفضون اللعب ولا يعترفون بتلك الخريطة الى ان يتم ازالتها وانا فلن يدخلوا حتى ساحة الميدان لكن ما غفل عليه لقجع وملكه والمخزن ككل هو ان الجزائر ترد بالتقي لفضحها امام الهيئة الدولية والاكثر من ذلك الجزائر عندما لم يكن محمد ثالث ولقجع ليسيسان مباريات كانت الجزائر تعترف وتتعامل وتوجهه كدولة دات سيادة اما الان وحتى مستقبلا وفي كل مرة يستعملوا المخزن تلك الخريطة امام الجزائر تعامله كمجرد كيان لا تعترف له وتنسحب ليدخل المغرب قائمة الدول التي لا تعترف بها الجزائر ولا تواجهها طبعا هذا فقط كلما استعمل المغرب تلك الخريطة الوهمية ضد اي نادي او منتخب او ريادي جزائريين وجاري وضع حد درادع ونهائي لتصرفات المخزن الاستفزازية نهيك عن كون هذه الخرجات من المخزن تؤكد تنقضه ونفاقه لان محمد ثالث في كل خطاب يدعو الجزائر الصلح والحوار في حين كل افعاله حكس اقواله وتعمل استفزاز وتأمر على كل ما هو جزائري هذا وتتجه الجزائر حسب مراقبين لرفع دعوة قضائية لذلك النظام المغربي ولقجع خاصة امام الامم المتحدة وتجديدها في الفيفا مع تأكيد الجزائر لهم انها لن تخضع لأي عقوبات قد تنجر على انسحاب الجزائر وانه وجب وقف تصرفات المخزن لكونهم يستعملون خارطا لا تصرف بها لا الامم المتحدة ولا الفيفا كما هو معلوم ولن يفرضها على الجزائر في اي مواجهة مهما حدد وان سكتت الفيفا على هذه التصرفات في اي مناسبات كروية ستنسد لان الجزائر لم تتنازل ووجب وضح لها تسييس المفتوح من المخزن للرياضة وكما قال مراقبون لقجع والمخزن له عقلة نقص كبيرة لم يستطع اعادة للصحراء الغربية ولا سبتة وململيليا لهذا راح يطبعها على قنصان رياضية بطريقة سدجة وبات الان تحدي ومن المساحلة السبع ان تتنازل الجزائر ومسامرة فرداء لقجع وقد انسحب المزيد من المصارع